جولة جديدة من معركة تضخم الاقتصادي باللغة المباشرة التي تصيب الشخص المستهلك في شتى أنحاء العالم فالضربة العسكرية التي انطلقت مع بداية الحرب على أوكرانيا لم تتوقف عند حدود الدمار والمواجهة تحذير يطلقه بنك التسويات الدولية حول مواجهة العالم حقبة جديدة من ارتفاع أسعار الفائدة ويعني الصعود الحاد في أسعار الطاقة العالمية والغذاء أن 60% تقريبا من الاقتصادات المتقدمة لديها تضخم بقيمة 5% وأكثر وهو أعلى معدل منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضي على هذا الأساس تحتاج البنوك المركزية في دول العالم إلى تعديل سياساتها ضربة ليست بالسهلة فالورقة الاقتصادية اليوم تنذر بتغيير جذري لتعاملات تجارية وصناعية قد تودي بقوائم الأسعار والفائدة إلى دق طبول تشبه طبول الحرب ومعارك جديدة سيكون لها أثرها السلبي في أوضاع المعيشة والقدرة الاستهلاكية كما يهدد التضخم الأمريكي وأزمة الطاقة في أوروبا وتفشي أوميكرون في الصين بطباطئ الاقتصاد العالمي وتبديد آمال الانتعاش التي كانت تلوح في الأفق تتزامن الأزمة مع المشاكل التي توجه المزارعين حول العالم والنابعة من زيادة أسعار الوقود والحبوب والأسمد وغير ذلك من المواد المرتبطة بالزراعة يخشى مشرعون من فشل أمريكا بالرد على أزمة الغذاء العالمية بشكل يفتح المجال أمام دول مثل الصين والدول المنافسة الأخرى التي تمتلك احتياطات حبوب واستخدامها لزيادة التأثير السياسي في أفريقيا وآسيا لن تكون الصين في وضع لتصدير كميات كبيرة من الحبوب في أي وقت وحسب اقتصاديين يرواقبون الوضع أن روسيا لديها القدرة على ملء ثغرات صغيرة من النقص الذي تركته أوكرانيا موسيقى